واحد بيقول يمكن ان يكون قصد الكاتب ان الجسد لا ينقص البر ان يكون حتى اذا اخضأ الانسان فلا يفقد مكانه هو مقالش هلا حكاية يفقد بقولك لا ينقصه وحكاية الجسد وعلاقته بالخطية والبر والحاجات دي كتب هو مقال عن هذا الموضوع وتلاقوها موجودة في كتاب النقد الكتابي وتعليقنا عليه ويقول مهما حصل في الجسد والجسد يخت زي ما عايز واحنا نبقى اعظم من منتصرين وهكذا قال ايضا في غلطه ثم نحن لا نتهاون بخطايا الجسد مش بس لا نتهاون بخطايا الجسد زي الزنا والفسق والنجاسات دي ده حتى مبرد كلمة تخرج من الفم يقول ما يخرج من الفم ينجس الانسان ينجس يبقى ما فيش برش لكن كنا ان احنا نتساهل مع الجسد ده الرسول بيقول ان شهوة العالم والجسد وتعظم المعيشة وتقرى في رمية سبعة على ان من الذين يسلكون حيث بالجسد يموتون ويقول لا دينون في المسيح يسوع على الذين يسلكون ليس حسب الجسد وانما حسب الروح ويقول ان سلكتم حسب الجسد فستموتون لا يا ابني ازاي ازاي ان هو الجسد لا ينقص من البرد هل نتهاول مع خطايا الجسد سما عايز اقولك ان خطايا الجسد ناتجة ايضا خطايا الروح الروح تفسد من جوه تفسد الجسد من بره ويعني فكرك الروح وجسد كل احد ماشي بسكة على كيفه لا لما تفسد الروح يفسد الجسد معه وبعدين بيقول ايه تاني وبالنسبة لنقطة ان النأموز لا فائدة له في الخلاص يقصد ان ليس من الضروري الاستزام باعماله انت اعني دخلت في قلبه وبتطلع اللي جوه قلبه اريد ان احفظك ايه يا ريت ما تخرجش من الاجتماده غير بعد ما تحفظه مبرق المزنب ومزنب البريء كلاهما مكرهة للرب لان مبرق المزنب ضد الحق والحق هو الله ومزنب البريء ضد الحق والحق هو الله فمبرق المزنب ومزنب البريء كلاهما مكرهة للرب نحفظها وخليها مزمور في اجبيتك كل ما تصلي تفتح اشتركوا في القناة ومزنب البريء اشتركوا في القناة